ونفتح الملف الرياضي بالفوز الذي حققه فريق اتحاد تنجا إذ حقق أول فوز في منافسة الشولة الثانية من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بعد تغلبه على فريق زوراء العراقي بثلاثة نقاط أمس الأربعاء على أرضية ملعب محمد الخامس بدر البيضاء وتمكن لعب فريق اتحاد تنجا سوفيان شرف من افتتاح التسجيل بهدف هزار شباك مرمل الفريق الخصم في دقيقة السادسة والعشرين من عمر المباراة ليضيف زمينه محمد العمروي هدفا رائعا في دقيقة الثامنة والعشرين والهدف الثالث من توقيع اللعب صالح الطاهر في دقيقة الستين من ضربة شزاء لينتهي اللقاء باكتساح فريق اتحاد تنجا لفريق زوراء العراقي بثلاثة نظيفة